السلام عليكم ايدي كاترة نتكلم النهاردة في التورتوريال الثالث قبل ما نبدأ عايزين نفتكر الدكتور محمد زميلنا وولد زميلتنا يرناد ونتعلمهم برحمة ومغفرة وجميع اموت المسلم بازن الله التورتوريال الثالث احنا خلاص تتكلمنا على اللي هي الانتردوكشنز وكل الحاجات الكلام اللي قلنا في الاول ده نبتدي بها ناخد الامراض طيب معنا دلوقتي المرة ده في التورتوريال اسمه المومس او انكاف هناخده كل حاجة تخصه هنتكلم على الديفنيشن من اللي بيعملو بيسيب مين بيتنقل ازاي اه هنتكلم من ازاي نعملو الدياجنوزيز ازاي نتعامل مع معاكيز عندها او ازاي نتعامل مع ناس وخلطينا نتكلم على كل حاجة تمام طيب المرض اللي معانا اسمه المومس او النكاف اه ليه اسمي تاني برضو ناخد بالنا عشان يعني ممكن حد ينساها وكده اسمه اه اسمه المومبس ده اصلا مرض بيسيب الغدد تمام ولكن يعني بصفه اكتر شوية بيسيب طيب عشان كده بنسميه يعني وهو ابيديميك يعني ابيديميك زي ما احنا عارفين اه 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 يعني في المرض ده تمام في مكان معين او كده بنسميه ابيديميك حلو كده طيب اه بنبتدي بقى ناخد ال اه 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 وممكن بيكون معه كمان اسمه هو الشخص لما بتصب به بيعمل لنا المرض بل اسمه النكاف ده النكاف جاي منين لان هو بيسيب اه اللي هي معناها بالعاربة اللي غده انه كافية تمام فهو عشان كده اسمه تمام يبقى هو فيروس اه بيعمل لنا طيب كل تمام ولكن بيبقى بصورة اكبر في طيب اه احنا نخاف من كده يعني ما نخافش اوه من حكاية دي ولكن نخاف امتى نخاف ان هو ممكن يكون مصحوب بسين اس دخلنا على سين اس بقى فعملنا حاجات طبعا ان احنا مش مش عايزينها تمام فهو ممكن يبقى خطير عشان كده طيب من اللي بيعمله من اسمه الممبز فيروس تمام هنتكلم بقى يعني احنا عارفنا اصلا اللي هي بتاعت الانفكشن دي بتبقى بتتكون منين بتتكون من المرض هو اللي بيستقبل المرض او المرة تمام وبعد كده بيبتدي يخرج منه يتنقل الشخص تاني اللي هم مصص عن طريق مودة وبعد كده يعني الدايرة تتكرر تمام احنا هنتكلم على كل عنصر من دول اول حاجة او من الشخص اللي هو بيتصاب الممبز ممكن يبقى كيز ممكن يبقى كاري زي ما احنا عارفين الاتنين دول مصدر عدو تمام كيز يعني ظهر عليها الاعراض كلينيكل يعني ممكن نشوف السويلنج في السليفر جلاند كلينيكل كده تبقى واضحة يعني مميزة او صب كلينيكل يعني المانفستيشن مش ظهر حلو كده طيب بالنسبة للكاريير اه ده شخص احنا عارفين ان الكاريير ده شخص عنده المرض عنده الانفكشن ولكن لسه مش ظهر علي الاعراض لسه هتظهر تمام ولكن هو مصدر عدو عادي ممكن يسيب الناس عادي تمام يبقى هو انفكتف حلو كده طيب احنا الكاريير خدنا عندنا كذا نوع من الكاريير ثلاثة او اربعة بين تمام انهي نوع بقى من الكاريير هو اللي بي يعني بيتصاب المنبس وبينقله كده اه بيكون الانكيوباتر ناخد بلنا عشان دي برضو مهم تمام يبقى الكاريير الكاريير اه بينزل الفيروس ده اللي هو مصاب بيه يعني بينزله في الصلايفة بتاعته تمام فده ممكن يكون مصدر عدو تمام طيب بيخرج منين يعني الفيروس ده هو في رسيرفور طيب ممكن يتنقل حد تاني عن طريق ايه بيخرج عن طريق الماوس تمام طيب بيتنقل ازاي بقى هو خرج من الماوس تمام ده الباب بتاعه اللي بيخرج منه طيب يمشي في الطريق ايه العربية اللي بيركبها او يعني يمشي ازاي اه عندنا تلاتة 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 تور اما دروبلت انفكشن اما ديركت كونتاكت اما ان ديركت كونتاكت تمام طيب دروبلت انفكشن احنا قلنا ان هو اه بيتنقل اصلا بيخرج من الماوس فطبع هي الحاجة خارجة من الماوس يعني هو مثلا دروبلت او اللي هو الرزاز اللي هو ممكن حد هو بيتكلم وانت مقرب منه جامد او حد مثلا بيجوح في اشك او كده اه وطبعا يعني الماصرين ما يتوصوش في حاجة زي كده فدي ممكن يعني الرزاز ده يكون محمل بالفيروس اللي هو اه المامس تمام طيب اول حاجة عندنا دروبلت انفكشن او الكوفي سبري يعني حد يجوح في الشكل تاني حاجة ديركت كونتكت اه اه اللي هو مسلا اه اه قبلته صاحبك بتسلم عليه وتبوسه وكده اه ممكن يكونش واحد منكو اه عنده عنده الفيروس فا اه اللي هو الكسنج داع نقل الفيروس عن طريقة ديركت كونتكت تمام يبقى هو ديركت كونتكت مع الصلافية بتاعت انفكشن اه في يعني الشخص اللي عنده المامس ده استعمل مسلا فوطة اه نشف بيها او كده يعني استعملها والصلافية بتاعته نزلت على الفوطة تمام يعني اللي هي البرتكلز دي اه نزلت على اللي هي الفوطة يعني تمام وبعد كده جي شخص تاني استعمل الفوطة دي مكانه وراه تمام فالمامس اتنقله تمام كده يبقى دي حاجة ان ديركت تمام او اه دي طبعا اه ديرنج اللي هو الحملة يعني اه من الام للابن تمام كده طيب عندنا تلاتة عندنا اربعة مودة ترانسميشن حد بيكوح الفوطة حد بيتكلم قريب منك اوي اه وهو مصاب طبعا عن طريق مسلا الكسنج اه عن طريق ان هو بيستعملوا الفوط مسلا مكان بعض او كزا اه من الموزر للفيتس طيب اه هو خلاص اه خرج وركب العربية اللي هي مودة في ترانسميشن طيب هي هيقف فين بقى هيركب فين يعني هيدخل هيدخل للشخص التاني اللي هو هيتصاب تاني مرة ده او اللي هيتعدي ده هيدخله عن طريق ايه هيدخله برضه عن طريق الماوس وممكن كمان نوصل حلو كده طيب بالنسبة او اه يعني اللي هي الفترة اللي بيتظهر فيها الاعراض دي اللي احنا عارفين ان هي ايه دي الفترة ما بين اه الاصابة بالانفكشن لحد ظهور بتاعت المرض تمام دي لقينها من اسبوع لسبوعين او ممكن نقول تمنتاشر يوم تمام طيب بالنسبة او اللي هي يعني الفترة اللي ممكن الشخص يعدي فيها الناس يكون سورسه في انفكشن لغيره تمام دي بتكون اه من الايام الاخيرة من الانكيوبشن بيريود اه لحد اه ما اللي هو في يديع تمام كده يعني يختفي يعني تمام زي ما احنا شايفين في في الصورة كده بيكون واضح قوي فالفترة من نهاية لحد ما ده يختفي دي بتمثل ان الشخص ده ممكن يكون تمام طيب نستخدم بس القلم عشان نشيت معلش اه تمام احنا قلنا اتكلمنا على القلت والانكيوبشن بيريود وليكم يعني هو مسلا الشخص مسلا اه اتصاب بالمامبس ده من مسلا ايه من من اسبوعين تمام طيب يعني اربعتاشر يوم حلوة كده او ممكن نمشيها طوانتاشر زي ما زي ما هي موجودة طيب في اليوم الستاشر مثلا لحد ما البتاع ده يختفي يختفي دي بيتمثل ايه او تمام طيب النزل او اللي هو الشخص يعني مين الناس اللي هم اه عندهم ان هم يتصابوا بالمامبس تمام فئات كده معينة اول حد معينة اللي هم الطلبة بتوى المدارس اللي هم اه من خمس سنين لخمس سنة سنة اللي هم ابتدائي واعدادي كده احنا طالين تمام ابتدائي الاعدادي تمام ليه دول بيكونوا فيه اعداد كبيرة وبتاع وطبعا الاطفال مش بيهتموا بقى بالنظافة يعني يعني اسناء المدرسة يعني وكده ممكن بقى يستخدموا حاجات مكان بعض يكون حفوش بعض كل الكلام اللي احنا عارفينه ده تمام فدول بيكون عندهم يعني هما يتصابوا بالمامبس ويكون يعني زي ما احنا عارفين ان هي بتكون حالات كده يعني معدودة في كل في مكان كتير يعني مسلا بيكون خمسة ستة مسلا في المدرسة ولا حاجة هنعرف ازاي في اخر سلايد احنا لو شخص لو طفل في مدرسة عنده عنده المامبس هنتعامل معانا ازاي هنعرف دلوقتي تمام او تاني تاني معانا ممكن يكون ان هو يجيل المامبس اللي هما او الناس اللي هي اللي هي بتاعت الجيش يعني وكده طبعا الجيش ده مكان مقفول وطبعا بيبقى في عدد كبير برد وكده فاااا لو حد منهم اتصاب هيعدي الباقي طبعا وهيتحول تمام احنا عارفين يعني حاجة ابيديميك او في مكان محدد زي مسلا ماسكارت الجيش او كده هتحول حلو كده طيب اه دي معلومة كمان بيقول ان الاميونيتي ضد المامبس بتكون لايف لونج اميونيتي يعني اه وانس ان انت جالك الانفيكشن مرة او اه كزا مرة اه قصدي مرة معلش اه او خدت الفاكسيناشن اه خلاص نشجيلك تاني المفروض يعني هي بتبقى لايف لونج تمام بتبقى مدى الحياة ما نعم مدى الحياة تمام اه بعد كده ندخل في الكينكالبيكتشر اه في الاول بتبتدي بحاجة بسيطة خالص اللي هو البردرومة اللي هي الفيفر والهديكو الماليس هي شوية همدان شوية صدوع فيفر اه سخونية شوية نعم بتاعت اي مرض يعني حاجة مش مش سبسيفيك يعني ولكن السبسيفيك او بيكون بيحصل فيها تمام احنا قولنا اكتر معارضة لسولينج مين هي البورسيت جلاند ولكن ممكن يحصل لحاجة تاني ممكن السابلينجوال ممكن الماكزيلري ممكن اي حاجة تاني تمام ولكن من لي بيكون البورسيت جلاند حتى سمناه البورسيت تاريس تمام طيب اه ممكن ندخل في كومبليكيشن او طبعا ممكن ندخل في كومبليكيشن اه اخطر حاجة اللي احنا بنخاف منها ممكن يعمل سين اس كومبليكيشن تمام اه وكمان يعني للاسب ممكن يحصل كومبليكيشن وانت اصلا مش شايف تمام يعني ممكن يكون شخص مش عنده بس ممكن يكون في كومبليكيشن فدي طبعا بتكون خطير لان يعني حاجة مش مكتشفة تمام او ممكن يعمل لأي اورجان تاني غير بورسيت جلاند او غير جلاند دي ممكن يعمل في الجنتال اورجان اللي هي مثلا التستس فيعمل اللي هي الاوركايتس تمام او انفلمشن في الاوفري فيعمل له اللي هي الاوفريتس دي تمام او مستايتس تمام في المستوري او بنكريتايتس او منجو انكفالايتس في البرين ديش ونفسه او في الانجيس تمام طيب الحاجة اللي بعد كده معانا طبعا لو 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 الست هتنقل هتنقله للطفل يعني وهيحصل له تشوهات هيعمل طيب الفتلتي بقى معدل الوفيات يعني بسبب المرض ده اه لقنا ان هو ايه اه مش مش من الطبيع ان هو يموت يعني على روح من كل الكمبليكيشن دي تمام او دي حاجة قويسة يعني الحمد لله تمام طيب ازاي نعمل ده يجموز المرض ده اه بتبقى بين او يعني الشخص ده اه لو بصيت عليه بس هتلاقي منفخة كده تمام حصل فيها خصوصا البورتود يعني هتلاقي مسلا زي ما السرعة شفناها خده مسلا اه يعني منفوخ او كده تمام طيب اه طيب عايزين نعمل بقى هنعمل ايه هناخد سواب هناخد سواب من اين على حسب يعني ممكن يعني احنا اصلا قلنا ان هو بيبقى في الموس وكده في الصرايفة يعني فهناخد سواب من الصرايفة او ممكن يكون اه يعني حصل وكده ومشي عن طريق الدم فهناخد سواب من اين من البراد او ممكن يكون حصل والسين اس حصل له افكشن فناخد برضو سواب من عادي جدا تمام يبقى في اي مكان من دول هناخد سواب وهنزرعها وهنشوف الفيروس تمام كده طيب اه ازاي بقى نعمل للمرض ده يعني ايه احنا عايزين مناعة ضد احنا اصلا نتكلم في يعني هو فحنا عايزين مناعة ضد الموس هنعمل ايه هندي اه اه هنعمل عن طريق حاجتين اما اكتب اميونيزيشن اه او اميونيزيشن طيب 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 اميوني تمام كده? طيب. ناخد بقى كم معلومة كده عن كل واحد فيه. المنبس اه احنا عرفين ان هو نوع ايه? اللي بقى التنويتد. تمام? طيب بنتدي ازاي? بندي نص ملي ساب كوتينوس. تمام? بندي المين? بندي اللي هما والادلت اللي هما عمرهم مجالهم قبل كده مونبس. تمام? طيب. او برضو ندي للاطفال اللي هما تحت سن سنة. تمام? يبقى احنا بندي المنبس فاكسين لمين? والادلت اللي هما مجالهمسه قبل كده. او الاطفال اللي هما تحت سن سنة. تمام? وبيبقى نوعه ايه? اللي بقى التنويتد. خيب. اه ده طبعا اللي بقى التنويتد يعني مشكلة يعني اه مش هينفع ندي المين للست مسلا حامل مناعتها قصلا بتكون بتكون واقع. فهو في الست برضو اللي هي مسلا متجوزة اه ممكن تحمل مسلا خلال ثلاث شهور ما ينفعش برضو نديل للست دي او مسلا بنت تكون لسه هتتجوز مسلا كمان شهر ولا حاجة اه برضو ما ينفعش لمدة ثلاث شهور برضو ما ينفعش تمام? او ما ينفعش برضو نديل مين? اللي هما اللي هو الناس اللي اصلا منعيتها قليلة. مسلا واحد عنده ضايبيتس واحد عنده مريض مناء او كده. فاش نديله لفقت نويتد فاكسين. تمام? طيب. تاني بقى فاكسين معانا اللي هو الاما اما او بتاع المومبس والميزلس والروبيلا تمام? ده بني دي اه امتة? اه بص هو الطبيعي ان هو بيتاخد عند اه اللي هو عند تمنتاشر شهر. تمام? يعني سنة ونص. تمام? ده الطبيعي. ده اللي المفروض بيحصل. بنتدي له جرعة عند سنة ونص. ولكن في مصر? لا في مصر كده معروف ان هو بنتدي له مرة عند سنة ومرة عند سنة ونص. حتى في الجدول اللي هو في السكشن التاني اللي هما بتوع التطعمات الاكبرية دي. لو لو رحنا للم ام ام ار هنلاقي ان هو بيتاخد مرتين. مرة عند سنة. الطفل هو عنده سنة. مرة عند سنة ونص. ولكن الطبيعي اصلا ان هو بيكون عند تمنتاشر شهر بس. لكن مصر بتزود اللي هو عند سنة ده. تمام? احنا اتفقنا ان هو بيتاخد امتة? مرة? اه عند تمنتاشر شهر. تمام كده? طيب. اه هنا بيقول ايه? في اللي هما بتكون اه عندها يعني ايه? يعني احنا دلوقتي ادينا اللي هو الام ام ار دوس واحدة بس. اه مسلا عندي تمنتاشر شهر. وجينا لقينا المرض لسه برضو موجود. ممكن الناس دي تتصاب او كده. حصل يعني لسه المرض برضو مسيطرناش عليه. فاحنا نعمل ايه? ندي جوع كمان. ندي ساكن ددوس. تمام? عندي سنة كان بقى من تسعة الاثناشر سنة. ناخد بالنا هنا سنة. حلو كده? يبقى نقول تاني الام ام ار عشان حتا دي بتلغبط. اه ده بتاع المام بس الميزة استروريوب الله. قلنا ده الطبيعي. تمنتاشر شهر. طيب لو المرض اه يعني ما حصلش كنترول عليه او كده. بندي جوع تانية كمان عند اه تسع او تسع سنين او اتناشر سنة. تمام? طيب. ولكن مصر بتزود حتة اللي هو ايه? اللي هو بتتديله بتديله للطفل وعنده سنة وعنده سنة ونص كمان. دي فيك جدول. عشان بس ما يكونش فيه تناقض ما بين المعلومات. حلو كده? طيب. اه اخير حاجة بقى كده تكلمنا على اللي هما الفاكسينيات. طيب نتكلم مع اللي هو ايه? باسف حاجة عالجاهز اللي هما عالجاهز يعني. تمام? دي بنيديها الميل. بنيديها ليه الاكسبوز اه اه سيبتابل ادلت. لوم احنا عايفين ان هما ممكن يكون سيبتابل ان هما يجي لهم. بس لما الناس مثلا اللي هما بتوع الجيش او الكلام ده. تمام? ولكن هنا بيقول يعني اه يعني النتيجة بتاعت اللي هي الباسف دي اه مش 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 واسقين او ان هي نتعمل نتيجة كويسة. تمام? وكده تكلمنا على طيب. اه الكنترول او اللي هي يعني ازاي بنتعامل مع حالة او كده. اول حاجة ازاي بنتعامل مع الكيز. اه بنعمل لها اللي هي الحاجة اللي احنا اخدناها في المحاضرة مش فكرة كامل صراحة. اللي هي يعني احنا بنبلغ ان هي اه الحالة دي اه حالة او كده. بنعزله عشان ما ما يمثلش يعني للناس. اي اه اي حاجة يعني اه علاج هنا بحيث ان احنا نمنع الانفكشن دي او نخففها يعني. اه سمتوماتيك تريتمنت يعني ايه يعني احنا بنعالج بنعالج الحاجات اللي حصلت تمام? ولكن هو اصلا مالوش علاج معين مالوش انتيفيرل معين يعني هو ده المقصود. بني دي سبسيفي كاملينو جلوبيين اللي احنا كلمنا عليها فوق بتاعت تمام? طيب لو حصل كوميليكيشن برضو بنعالجها هي نفسها. تمام? اه سين اسا او اي حاجة بنعالجها هي يعني مش بنعالجها كمرد توتا لا بنعالج كل كوميليكيشن الواحدة. طيب لو الشخص ده اه خلاص داع او يعني اختفى يعني. اصل في اللي هي السبسيدنس اللي هي اختفى السبسيدنس ده اختفى بنعمل له خلاص بنخرجه من المستشفى. تمام? ولكن لازم يكون يعني لازم يكون متأكدين ان هو الشخص ده خلاص خفى عشان ما ما يعديش حدا تاني. طيب ده الكلام ده اي لو كيز تمام? لو احنا عارفين لو عملنا لها يعني كانت شعور كده ولا ايه الشخص ده مصاب بالمامبس. طيب لو كنت اكتب. ناس مخلطين هنعمل لهم ايه? هنعمل لهم لمدة ثلاثة اسابيع. تمام? ناخد بالنا لمدة كم سبوع ثلاثة اسابيع. يعني هنحطوه ما هنشوفه هنلاحظ بقى دي يعني اللي هو احنا خدنا اصلا دوتوريال موضوع كده. هنلاحظهم نشوفهم يعني هالحد منهم هيتصاب الكلام ده. تمام? احطوه بتحت الملاحظة يعني. طيب ونعمل برضو على على المامبس نفسه وعلى ازاي بيتنقلوا يا جماعة اللي ما تستخدموش الحاجات مكان بعض. ولو حد تعبين بقى لاش بقى لي السلامات والاحضان والحاجات دي. كل الكلام ده. تمام? الكلم برضو على طيب. اخر حاجة معنا اا المامبس ده في المدارسة. كان معروف زماني اللي هو ممكن يكون اا ظهر حالة نجافة في مدرسة مثلا دا او كده. اا بناخد الكيس دي ونعمل لها الاجراءات اللي احنا قلناها دي. طيب بالنسبة للطلبة احنا برضو بنحطهم اا تحت اللي هو مدة تلات اسابيع. ولكن مش مسلا بنخليهم يغيبوا من المدرسة. تمام? اا هي ده ده المقصود اللي هو مش بنخليهم مسلا نغيبوا من المدرسة. لا احنا عادي بنعمل لهم مدة تلات اسابيع نشوف ايلا هيحصل. تمام? اا ليه? لان الاطفال يعني احنا مش بنخلي الاطفال يغيبوا علشان كل ما الانفكشن تيجي وهو طفل هيكون احسن لنا كده كده يعني في العلاج بتاعه كده احسن لما يجيله هو اضل. تمام? هو بيقول هنا اا ليه عشان ما انا اجلش الانفكشن لحد الاضل تهد. يعني انا فاكرة مش عارفة دكتور عبد الرحمن تقريبا هو 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 القالة الجملة دي. قال لو واحد في المدرسة اا جالوا اا طفل يعني جالوا جالوا المنبس ده احنا عايزين كل المدرسة كلها تجيلها منبس. ليه? لان خلاص. الاطفال اا يعني احسن لهم ان هما يجيلهم احسن ما يكونوا اضل. تمام? حالة بتكون اخضر يعني لما بيكون قدر. بيكون اا كنبلكية دي يعني. تمام كده? احنا كده خلصنا. اا نبتدي بقى نرجع مراجعة سريعة بس على كله. معلش اللي بتاع معلق بس. احنا كنا بنتكلم على المنبس. قلنا ان هو ده مرد النكاف او بنسميه لانه بيسيب المللي تانية لانه هو اكيوت فير انفكشن. اا بيكون في اا انلرجة سليفير كلانت واحنا بنخاف من السين اس افكشن. تمام? من اللي بيعملو المنبس فيرس. طيب بيسيب مين الراسفوري. اما كازي اما كارير. كازي ممكن تبقى كلينكة اللي باين عليها الاسويلينج او صاب كلينكة اللي مجمعن على المنفستيشن. طيب الكارير ممكن يكون سورسة في انفكشن. بيكون نوع انكيباتري دي اهم حاجة. بيكون سورسة في انفكشن. اا عن طريق ان هو بينزل اللي هي الفيروس ده بينزوله في الصلايفة. فالطبيعي ان هو بيخرج منين? بيخرج من الماوس. طيب. بيتنيل ازاي من شخص للتاني. عن طريق ديوبولت انفكشن. يكوح بفشك. دايركت كونتاكت السلامات وكده. لو استخدمت مسلا ادوات حد تاني او كده. والادوات دي مسلا عليها الرزيز او عليها الفيروس يعني. من الماظر دي الفيتس. طيب. الانلت بيدخل ازاي للشخص اللي هو سيبتابل. عن طريق النوز او الماظر في الانكبشن بيريد. بيعاعد حوالي اسبوع الاسبوعين او ممكن نقول تمنتاشر يوم. طيب لكون او او الموضي ثم يوم كده كده من الاكنيوباشن اللي هي اللي او LIN 되يجربت جديd حد ما دايه يخطفي في الفترة دي يكلعها بيكون معدي عاتي. طيه الصيباليتي من الناس اللي هم هايرسك اكترا훈 هما يجينهم من المهبز قولنا اللي ه новых اطفال المدارس من خمسة لخمسة تفضل الى سورة سنة كتبت يتصرف الفائرين يتصرف الى جيزة ويقوم بصامحة الاميونة قد تكون محلطة قد تكون في قائد يجب ان تكون في قائد في قائد يتصرف في فروه يتصرف ساعديني